وكأن قائمة الأزمات التي تزدحم بها أجندة العراق لم تكفي الطبقة السياسية لتضيف إليها أزمة جديدة عنوانها الخدمة الإلزامية التي أعادت تسطيط الضوء على مشكلة السلطة مع الشباب والجيل الجديد التجنيد الإلزامي الذي يعاد اليوم إلى واجهة الأحداث يطرح العديد من التساؤلات حول الغاية من ورائه ومدى القدرة على تنفيذه لا سيما مع ما يحتاجه من كلفة مادية ولوجستية المزيد من عسكرة المجتمع هكذا ينظر العراقيون إلى المشروع الذي يسوق وكأنه الحل لمشاكل الشباب بدلا من مشاريع التنمية لتشغيلهم وتطوير خبراتهم لا حصرهم في زاوية حمل السلاح التي أرهقت البلاد إلى جانب ذلك تبرز أيضا مشكلة موازية حيث أن الكثير من الأحزاب تملك أجنحة مسلحة ومع مستويات الفساد المتفشي اليوم فإن الرشاوة والفضائيين وتلقي الأموال لمقابل تمشية أمور المشمولين بالتجنيد سوف يكون هو الراجح وعلى الرغم من طول عمر المؤسسات العسكرية العراقية وإسهامها الوطني والتاريخي في بناء الدولة والدفاع عنها فإن حدثا خطيرا تعرضت له هذه المؤسسة بحل الجيش العراقي عام 2003 من قبل الحاكم الأمريكي بول بريمر ليطرأ تحول كبير في العقيدة والبنية العسكرية لواحد من أكثر الجيوش العربية نزفا للدماء في العصر الحديث حيث أشرفت قوات الاحتلال على تشكيل بنيته الجديدة قبل أن تلتحق به فئات مزدوجة الولاء وعناصر لا تخفي انتماءها لميليشيات تأسست في الخارج أو داخل العراق لاحقا بإشراف مباشر من إيران وبعد أن أصبح الانتساب إلى المؤسسات العسكرية طوعيا استأثرت القوى الحاكمة بمنح الرتب والمناصب لأتباعها فيما عرف بضباط الدمج وظل الجيش أسير أهواء الساسة وحساباتهم ليتحول من جيش يمثل العراق كبلد ويحمي شعبه إلى جيش يقبل منتسبوه عن طريق التسكيات الحزبية والانتماءات الفئوية ويستأسد على أبناء بلده انطلاقا من تلك الانتماءات ولأن فاقد الشيء لا يعطيه فإن أي عملية ترميم أو إصلاح تسعى سلطة المحاصصة الطائفية لتقديمها إلى المؤسسة العسكرية عبر قانون الخدمة الإلزامية أو غيره سيبقى قاصرا كحال بقية الملفات الأخرى التي ينخرها الفساد ويعمها الفشل ترجمة نانسي قنقر